بكرة بكرة هنحتفل مع بعض بإذن الله هنحتفل ببلدنا ساعة أربعة عصرا مصر غدا على موعد الفوز بمقعد في مجلس الأمن غدا الانتخابات تجرى غدا العشرة صباحا بتوقيت نيويورك الرابعة مساء بتوقيت القاهرة بدأ التصويت على انتخاب مصر عضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين 16 و 17 ودي هتكون ربما المرة السادسة كان أول مرة يمكن سنة 49 وكان فيه مرة سنة 61 و 62 وفيه مرتين 84 و 85 و 96 و 97 ودي المرة ان شاء الله هتكون موجودة دي التواريخ اللي احنا كنا فيها يعني دي مش أول مرة هنبقى أعضاء غير دائمين لا كان قبل كده لنا أربع أو خمس مرات كنا عضو غير دائم في مجلس الأمن ولكن مرة دي لها أهمية بعد 36 وبعد ما حصلوا اللي حصلوا شايفينه العالم ولكن النهاردة عودتك لمجلس الأمن في هذه الظروف وانت موجود دولة ضمن الدول الخمستاشر الغير دائمي العضوية واحد منهم هي دولة مصر العظيمة إذن انت النهاردة موجود صوتك موجود تعبر عن العالم العربي والأشقاء الأفريقى موجودين وطبعا فيه تأكيدات كتيرة جدا من دول العالم على رأسهم روسيا، الصين، فرنسا، إيطاليا دي من أهام طبعا بالإضافة للدول الأخرى الأشقاءنا طبعا وكده هيبقوا بيقودوا حملة كبيرة لدعم مصر وفي موقفها ودعم مصر للتصويت لصالح مصر سيد سامح شكر وزير الخارجية بقى له يومين في نيويورك وبيجرئ اتصالات كتيرة جدا ولكن مصر هناك تأكيدات إن شاء الله، إن شاء الله الموضوع مش إن احنا نفوز وناخد عضوية لا الموضوع اللي هو إيه هناخد كام صوت احنا 195 أو 193 عضوة كام صوت مصر تحصل عليهم في التصويت هو ده اللي احنا بنراهن عليه إنه ده قدقيه هتبقى موجود موقف الولايات المتحدة حتى الآن غير واضح وأنا بقول لحضروا كتبوا عارفين غير واضح حتى الآن ولكن عندنا تلات دول رئيسيين في مجلس الأمن أعضاء في مجلس الأمن مع مصر اللي هم روسيا والصين وفرنسا بريطانيا وأمريكا مش معروف موقفهم مش متضح يعني محدش انتوا عارفيني اتنين ماشي مع بعض